ستة أعوام تمر على انطلاقة حشد العتبات المقدسة اليوم عاد التاريخ للبدايات بمؤتمر هو الأول من نوعه حاملا عنوان بنات الدولة وعلى رأس الأولويات فأن توحيد القوات المسلحة تحت إشراف كامل من قبل الحكومة هو عنوان رئيس حيث يأتمر حشد العتبات أسوة بباقي مكونات القوات المسلحة بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو ما يأتي في إطار قطع الشك باليقين لحديث يكرر على ألسنة صناعي الفوضى أن حشد العتبات يضع ولائه للعراق أولا وأخيرا وليس له من ميليشيات موالية لإيران أو غيرها المؤتمر وضع إطارا لسياق إصلاح الحشد الشعبي مرتبطا بشكل عقائدي بمرجعية السيد علي السستاني التي جاءت فتواه بداية تشكيل حشد العتبات عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش مؤسسا لأربعة فصائل فرقة الإمام علي ولواء الإمام علي الأكبر وفرقة العباس القتالية ولواء أنصار المرجعية وهو ما يشكل نسبة 40% من عناصر الحشد الشعبي بيان ختمي يأتي بتعزيز ثوابت راسخة حيث الالتزام الكامل بالقانون والدستور ومنع الارتباط الحزبي منح الحق باتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات كان خبين فقط التأكيد على بناء الدولة ومحاربة الفساد مساواة مقاتلي الحشد مع أقرانهم في القوات الأمنية في البداية والختام يؤكد مؤتمر حشد العتبات على مرجعيته مع الدولة وليس ضد الدولة وعدم تحقيق مكاسب سياسية ومع ارتباطه بامرة رئيس مجلس الوزراء وهو بذلك يرسخ رسالة المتفق عليها بتحقيق عهد قطعه الكاظمي على نفسه منذ بداية مشواره في الحكومة بتحقيق خطوات إصلاحية تعيد للعراقي مجد حضارته وإنسانيته واستقرار هيبة دولته تحقيق خطوات إصلاحية